تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدول العبادة في كافة محافظات مملكة البحرين وافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجدا تابعا لإدارتين الأوقاف السنية والجعفرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدا بمدينة سلمان هذا وقد أعلنت وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف انتهاء أعمال الصيانة الشاملة لخمسة من دور العبادة التابعة لإدارتين الأوقاف السنية والجعفرية وأكدت وزارة العدل أن إعمار دور العبادة وتأهيلها وصيانتها على رأس أولويات البرامج والمشاريع لافتة إلى حرص إدارتين الأوقاف على ضمان جودة عمال الصيانة ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بمراحل العمل اشتركوا في القناة